اليوم سوف نستخدم مديل الواد بايكا ونستخدم هذه النهار ونستخدم برن سبوت سيل غسيل البواعيد ونستخدم مديل التكسابون اللي كنت عملاه معكم وسوف نستخدم مسحوق الملح اللي كنت عملاه معكم اللي انا حاولت الملح المسحوق غسيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبايبي في الله معكم حنان الوراقي تعالوا الى حبايبي نصلي كده على رسول الله على يفضل الصعات والسلام ونشوف مع بعض اناعمل ايه اول حاجة عشان نجاهز بقى بديل الواد بايكا في البيت بطريقة سهلة انا جبت شوية مية يعني قرت له نص كده بالمية وحطيت فيهم بنجر يعني تحطي نص بنجراية كده هوت اه تقطعيها انا كان عندي قشر كمان يعني استخدمت القشر بس وحطيت معاهم كم قشرة لمونة وغلتهم كده ايه على البوتاجاز وسبتوا كده بقى من بالليل للصبح لحد بلزل البنجر اه اشرة بنجر نزل كل اللي فيه يعني انا كان عندي اشرة بنجر قلت بقى لا لا استغله وعمل بيه الوصفة دي مع ممكن تتحطي نص بنجراية وتغليها مع كم اشرة لمونة ودلوقتي انا فضيت في العلبة ده كده البسحوق البلح البلح اللي لا كنت بحوله البسحوق غسيل ودوقتي بقى نستخدم بلده ثلاث معاني على ملو ازازة كده 600 ملي من بديل التكسابون اللي انا كنت عبليه بقاكم وحطيت الملح كده على بديل التكسابون اللي انا كنت عبليه بقاكم وبقلبه كده كويس وحبدأ بقى ايه بعد كده اللي انا اصفي بقى الايه المياه اللي انا جهزتها المياه الملونة اللي احنا انامل بيها لون طبيعي اه يعني بحاجات طبيعية عندنا ايه في البيت اه طبعا في ناس كتير بتساعدني على استخدم ايه بديل الوان ميكة للبروزفات اه كده فا انا على فكرة انا بستخدم حاجات طبيعية كمان يعني بقاكم بهية عشان ايه يعني دي حاجات كده هتبقى متوفرة في كل بيت يعني يعني اه فا دلوقتي بقى انا اخدت كده ملوي ريتلي كده هوت وحبدأ بقى ايه اللي انا افضيه كده هوت بعد بقلبت الملح مع بديل التكسابون اللي انا كنت عبليه معاكم قبل كده اه زي باحدة شايفين كده ايه حبايبي بقلب اه اه اتلاحظوا البنجر البنجر بقى ايه بيدينا لون ايه في البروزفات عشان تطبقوا ايه عارفين وتاخدوا بقى الكوء ما بيدينا البنجر بيدي لون بيج في الصابور السايل طبعا كنت عابلة معاكم قبل كده اه لون بني طبعا كنت عابلة صابون قبل كده صابون سايل من اه من اشرب بصل يعني اشرب بصل لابا استخدبته قبل كده عابلت بلو اه صابون سايل غسير بواعين كان حلو جدا واداني لون لون بني كده هو كان جميل بني فاتح كان جميل جدا يعني كل الالوانات ممكن نعمل الوانات او في البيت للمنظفات والوانات طبعية يعني على فكرة الوانات الطبعية دي بتزبط ومش بتروح كمان حتى لو فيها لو انت حط فيها بطاس فهي بتبقى ثابتة يعني مش بتتغير بعد كده يعني زي ما احنا شايفينه هوت اه اه انا دلوقتي بقى اه اه فضيت النص ريتل التاني وبقلب كده بقى اه باستمراره هوت اه لحد بيبدأ اللي هو يديدي اه اه لزوجة يعني حنتبع ايه مع بعض عيتقل معايا كده ولا عملا ايه بقلب وحننزبط برضو البي اتش برضو نشوف برضو ايه لحد وقت ما فيه الصودة ولا فيه حاجة بس طبعا بديل الحاجات اللي بديل اللي تكسبون اللي انا كنت عملاه اه فحدا حنتبع ايه مع بعض ايه دلوقتي نشوف بقى ايه نشوف اه يعني هو كده كده تمام محتاج اللي انا ازود اه يعني صودة كوية محلول صودة كوية ولا لا اه اللي هو محلول البطاس فحنتبع ايه مع بعض ايه نشوف هو دلوقتي على كامة فانا دلوقتي ايه بعمل الاختبار معاكو عشان اللي ازبطو ويكون اامل على ادينا اه يكون اامل على ادينا ايه او انا بستخدمه وانتو برضو باتيجوا تأمينوه دلوقتي هو على رقب اتناشر فانا دلوقتي ايه بكباليتي تحطي معلقة كده صغيرة من البلح اللمون واتدو بيها كده في شوية مية او معلقة صغيرة من بيكربوناتو السوديو ما او تحطي شوية صغيرين من حمض السلفونيك لو عندك او تحطي شوية صغيرين من الخل كل الحاجات ديات او عصير لمون كمان كل الحاجات ديات بتنزل معاكو البي اتش اه فزي ما احنا شايفينه هوت انا بقلب بقى ايه كده زي ما احنا شايفينه هوت احنا عن تابع ايه مع بعض ايه دواتي ممكن يحتاج بانك معلقة صغيرة معلقتين كده فانت بتزودي لحد ما يتزل معاكو فدواتي حنشوف برضو ونعمل ايه اختبار دواتي هو كده مش بحتاج حاجه ثاني هو دواتي اتدلي يعني دواتي هو بقى على رقب تمانية فهو دواتي اه كويس جدا طبعا اه 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 لما تضيفي فيه اي حاجه تكون حنضية فحتنزل معاكو البي اتش خل عصير لموء نعم ملح لموء نعم كل الحاجات ديت لما تدوبي شوية ملح لمون في قلب المياه فحينزل معاك البي اتش بكوروراتو السوديوم خل عصير لموء زي ما قلنا اي حاجة من الحاجات ديت هتنزل معاك البي اتش وتزبطه لك او حمض السلفونك لو عندك عيبقى جميل جدا نعم دوقتي بقى ايه بعد بخلصت كده السابوري السايل هتبدأ معايا شوية مياه وحنبدأ بقى ايه الليله انا دوائتي بورركم دوائتي بعمل ايه اخطبار يعان لافة معيبة في اي حوا خالص عشان تشوفوا الليلة ما كاشفها ايه روا خالص فخدت شوية من السابور اهوت وبورركم كل حاجة عاملها قدبتكم حتى الحاجات اللي انا بعملها فيديوهات لوحديها برجع الان باستخدمها معاك ايه تانى هي وبنعمل منها حاجات. يعني مش مجرد اللي انا بطلع اعمل فيديوهات للمنظفات وخلاص. ومش بستخدم الحاجات اللي انا بعملها. لا انا بستخدم الحاجات اللي انا بعملها باعيك و باية. حتلاولي اللي انا بستخدم اي حاجة اللي بعملها. زي باحدة شايفين الرغوة بتاعته هيت جميلة جدا. وعدي لك دافة رهيبة بصراحة وعايش لك اصعب الظهور بالبوعية. طبعا الطبق اللي معي دهوت بورركم بارتو ايه فيه. اه يعني جميل جميل جميل. بصراحة. طبعا انتو شايفين هيت النتيجة قدام منكم. اه جربوا كده حبيبي الطريقة ديت. وان شاء الله كده اه اتنال اعجابكم. وتكونوا استفدتم من النهاردة. طيب لو انت بعد كيش بديل التكسابور اللي انا عملته. اه تعبيري ايه? هي عادة قبشر صبونة. وابدوا بيها في شوية مياه صخنين. وطبعا بس طبعا ايه لو عاد تحطي ملح عادي. اه ما تقطريش بلاش سلات معالي. ممكن تحطي هي معلقة واحدة. اه معلقة واحدة بس. اه بس انا عشان عامل الملح ده هو توعليه اه محولها المسحو. يعني حتى ازا باحت ايه شايفين حتى طلت معالي. لو انا حطت طلت معالي دول من الملح العادي. فكان يحل معايا القعوم الصبون ويخليه اه خفيف. فما كانش عايديني قعوم اللي زوجة كباء. لان احنا عارفين الملح لما بينضاف زيادة بيخلي الصبون اه يرجع يحل بدك ويبقى القعوم بتاعه خفيف. اه فاتمنى حبيبي انتو تنفزوا الوصفات اللي انا بعملها معاكم ديت عشان تدلكم نتيجة كويسة في صناعة المنظفات اللي انت بتعمليها من البيك. وزي ما احنا شايفين اهوت بديل الوان مايكا ادت لنا اه بنجر ادانا لون بيش جميل جدا. وانتظرويني في فيديوهات تانية. نعمل برضو بديل الوان مايكا بحاجات تانية. ونوردكو ايه الالوانات اللي هتطلع معانا بعد كده. يعني من غير الوان خالص يعني من غير ما تجيبي الوان ولا اي حاجة خالص. تابعيني بها في الفيديوهات اللي جاية. نشوف مع بعض عملي. واززي نعمل اه سابون سايل او اه برسيل جل. واللاو ويدو بألوان بألوان تكون بتوفرة عددة في البيت. اه بحاجات طبيعية وبنرميها في الزبالة. اه و هنطلع مناها الوان جميلة جدا في صناعة المنظفات. اه واتمنى للناس اللي هي بتسألني اه با ديل الوان مايكا اتمنى اللي هم يتابعوني في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله زيب احنا شايفين كده حبيبي ده حاجة يعني اشر البنجر اه طبعا تلا بتستخدمي البنجر وبتربي بتربي الاشر بتاعه فانا عملت بده اه يعني لون جميل جدا للنهاردة اه اتمنى انتوا تكونوا استفادتم وممكن تستخدمي اه انا استخدمت الاشر النهاردة لان انا كنت بغضل البنجر وعمل بيه وصفة في قناة الطبخ اه والاشر احتفظت بيه وعملت بيه الوصفة النهاردة في قناة المنظفات شكرا حبيبي على المشاهدة واشاركوني برأييكم كده في التعليقات وده كده شكل السابون جميل جدا على فكرة وكل بحيات كده فالكواب بتاعه حيتقل كمان وحيدي لك لضافة جميلة جدا اه اتمنى انتوا تكونوا استفادتم من النهاردة فضلا وليس امرا حبيبي اه ما تنسوش كده ترجعوني وتدعموني باللايك والشير عشان فيديو دا يمصل للاس كتير شكرا البشاردة السلام عليكم